موسيقى أهلا وسهلا طلابنا العزاء نرحب بكم من فضائية العراق التربوية وتكمل السلسلة الدروس المكثفة للفيزياء المرحلة الثالث متوسط وصلنا اليوم إلى التيار الكهربائي الفصل الثالث للفيزياء التيار الكهربائي ما هو التيار الكهربائي؟ هو عدد الشحنات التيار الكهربائي هو عدد الشحنات الكهربائية الكلية التي تعبر مقطعاً عرضياً لسلك موصل في وحدة الزمن إذن هو عدد الشحنات اللي تمر خلال السلك بيّن لماذا تتحرك الشحنات الكهربائية داخل الموصلات بينما لا تتحرك داخل العوازل لماذا؟ وذلك عند تأثير مجال كهربائي خارجي على مادة موصلة تتحرك الألكترونات في المدارات الخارجية للمادة الموصلة ليش؟ لأنها ضعيفة الارتباط بنواة الذرة وتكون حركتها بعكس اتجاه المجال الكهربائي أما الألكترونات الخارجية للذرة المادة العازلة تكون قوية الارتباط قوية الارتباط فلا تتحرك عند تأثير مجال كهربائي عليها مزيز تتحرك الألكترونات داخل الموصل باتجاه معاكس لاتجاه المجال الكهربائي المؤثر عليها أعلل بسبب الشحنة السالبة للألكترون زيان عندنا نوعين من التيار بهذا الفصل عندي تيار أسميه التيار الألكتروني وعندي تيار أسميه الإصطلاحي الألكتروني هو حركة الألكترونات داخل الموصل من القطب السالب إلى القطب الموجب للبطارية أي بعكس اتجاه المجال الكهربائي أي بعكس اتجاه المجال الكهربائي أما التيار الثاني يسمى التيار الإصطلاحي والتيار الإصطلاحي هو تيار كهربائي يحدد اتجاه حركة الشحنات داخل الموصل ويكون باتجاه المجال الكهربائي إذن الفرق صار عندي بين الألكتروني والإصطلاحي هذا يكون داخل الموصل بعكس اتجاه المجال الكهربائي في حين هذا يكون باتجاه المجال الكهربائي لاحظ الفرق ابني سؤال وضح كيف ينسى بالتيار الكهربائي في موصلات محالية الكترونية غازات أجي أباوع الموصلات يكون ناتج عن حركة الإلكترونات فقط داخل الموصل أما بالمحالية الإلكترونية يكون ناتج عن حركة الأيونات الموجبة والسالبة داخل تلك المحالية أما بالغازات فيكون ناتج عن تأيون الغاز من حركة الأيونات الموجبة والإلكترونات السالبة مثل تأيون غاز النيون داخل مصباح الفلورسن المصابيح الفلورسن اللي موجودة عبنه الامبير شنو الامبير الامبير هو هو التيار الناتج من مرور كولوم واحد من الشحنات الكهربائية في مقطع موصل في ثانية واحدة خل أجي أباوع قلنا الامبير كولوم واحد خلال ثانية واحدة ينطيني وحدة قياس أسميها امبير ومنعدها صار عندي قانون التيار اي اكول اي كيو على تي يعني التيار كمية شحنات المارة كمية شحنات المارة خلال وحدة الزمن تمام أجي أباوع وحسه شنو الوحدات لكل هذا الشيء الكيو أنا يعرف تقاس بوحدة اسمها كولوم أما تي تقاس بوحدة اسمها سكند كولوم على السكند تطيني وحدة اسمها امبير هنا واضح عزيز الطالب ملاحظة إذا أرد حول من المنت إلى سكند أبرب في ستين ومن أورس إلى سكند أبرب في ثلاثة ألاف وستمية هالي الأرقام جبتها أقول الدقيقة كم ثانية ستين والساعة كم ثانية ثلاثة ألاف وستمية وبما أنه آني الزمن عندي يقاس لازم بوحدة بالسكند فأي وحدة تجي لإن كانت أور أو إن كانت منت أحولها إلى السكند خلق أحل في السؤال خلق أحل لنا في السؤال طلاب للعزاء عندي مثال يقول يمر خلال مقطع أرضي من موصل شحنات كهربائية مقدارها شحنات كهربائية شباب يعني كيو اش قد تساوي واحد بوينت اثنين كولوم بعد في كل دقيقة يعني تي اش قد صار عندي واحد منت شي يريد احسب مقدار التيار المنساب في الموصل أريد التيار أجي أقول للآي يساوي كيو على تي اللي هنا أوكي ويساوي الوكيو جد عندي واحد بوينتو ولكن التي عندي بيش عندي بالمنت وآن قلت التي بالتيار بيش قاس بالسكند أريد أحول من منت إلى سكند شنو أسوي أضرب في ستين يعني تصير واحد في ستين ويساوي ستين شنو سكند أجي واحد بوينتو على ستين فارزة بصفر على ثنين هاي بيها ثنين هاي بيها واحد ويساوي أو بوينتو مين شنو الوحدة أمبير عندي سؤال آخر مثال إذا كانت إذا كانت مقدار التيار المنساب في موصل يساوي أو بوينت أربعة هو منطيني التيار منطيني الآي يساوي أو بوينت أربعة أمبير بعد شمنطيني احسب كمية الشحنة التي تعبر مقطعا من موصل خلال يريد كمية الشحنة شباب انتبه يريد الكيو مش وقت من يكون الزمن عندي تي بمطلبين أولا خلال واحد ثانية أولا ثانيتين مين سكند مطلب الثاني يريد من عندي خلال أربعة أربعة منت إذن يريد كمية الشحنة إذا كانت تيار الموار أو بوينت أربعة أمبير خلال ثانيتين سكند وخلال وخلال أربعة منت إذنين سكند هذه تمام خلأ أجي أولا شي يريد يريد الكيو الكيو شي يساوي i ملتبلاي تي ويساوي مطلب الأول ال i شقد عندي أو بوينت أربعة ملتبلاي التي شقد عندي التي إذنين سكند ويساوي أو بوينت أيت شنو الوحدة كولوم هذا انتهيت من المطلب الأول أجعل المطلب الثاني يريد من عندي الكيو هم يساوي i ملتبلاي تي ويساوي ال i نفسه أو بوينت أربعة فيه التي عندي أربعة منت شا سوي لي من عندي التي أربعة منت لازم أحول التي إلى السكند شون أحوله أربعة منت أحولها إلى سكند أقول أربعة في ستين ويساوي أربعة وعشرين والصفر ميتين واربعين شنو سكند إذن أجي عوض التيش قد مقداره ميتين واربعين صفر وي الفارزة ويساوي أربعة وعشرين في أربعة تسعين ستة وتسعين شنو الوحدة كون لاحظت عزيزي الطالب حلينا مسألتين أول تمرين أنه كان يريد من عندي ال i وبعدها هسه يريد من عندي الكيو حلينا وبطريق تي إذا كان التي من طينية بالسكند وإذا كان التي من طينية بالمنت تمام خلي نكمل زي التيار المستمر هو التيار الكهربائي المنساب خلال موصل باتجاه ثابت مع مرور الزمن هذا هو التيار المستمر منساب خلال موصل باتجاه ثابت باوة عزيزي الطالب شون شكله للتيار المستمر يكون ثابت الشدة والاتجاه التيار المتناوب لا هو التيار الكهربائي المنساب خلال موصل شبيه باتجاه متغير ومقدار متغير لاحظ الفرق بين التيار المستمر والتيار المتناوب شوف حتى الدال لما التيار المتناوب متغير الشدة والاتجاه في حين الدال لما التيار المستمر ثابت الشدة والاتجاه قارن بين التيار المستمر الخارج من بطارية والخارج من مولد التيار المستمر التيار الخارج من البطارية يكون تيار ثابت المقدار والاتجاه هذا ياهو الخارج من البطارية أما التيار الخارج من مولد التيار المستمر يكون متغير المقدار وثابت الاتجاه ويعد غير مثاليا إذن الفرق كلامتين ثابت المقدار والاتجاه هذا الخارج من البطارية ويعود مثالياً والخارج من المولد يكون متغير المقدار وثابت الاتجاه مكونات الدائرة البسيطة مكونات جداً بسيطة للدائرة البسيطة بطارية مفتاح اسلاك توصيل حامل هذه مكونات الدائرة البسيطة هذه هياته مالذي يجب مراعاته عند استخدام جهاز الأميتر يربط الأميتر يربط الأميتر على التوالي مع الحمل اثنين تكون مقاومة الأميتر صغيرة جداً نسبة لمقاومة الحمل ثلاثة نربط الطرف الموجب لجهاز الأميتر مع الطرف الموجب للبطارية والطرف السالب مع الطرف السالب إذن ثلاث نقاط يجب مراعاتها حين استخدام جهاز الأميتر أنا عندي جهازي أميتر وفولت ميتر جهاز يقيس التيار الكهربائي وجهاز يقيس الفولت ميتر يقيس فرق الجهود الـ potential difference ثلاث نقاط شروط يجب اتباعها عند استخدام جهاز الأميتر أولاً يربط الأميتر على التوالي مع الحمل أثنين مقاومة الأميتر تكون صغيرة جداً بالنسبة لمقاومة الحمل ثلاثة نربط الطرف الموجب للأميتر مع الطرف الموجب للبطارية ونربط الطرف السالب للأميتر مع الطرف السالب للبطارية ما الذي يجب مراعاته عند استخدام الفولت ميتر نفس الكلام عند استخدام جهاز الفولت ميتر نفس النقاط اللي دا أتكلم عنها بالأميتر ولكن بالفولت ميتر مع اختلاف بسيط يربط الفولت ميتر على التوازي هناك جد تقول يربط الأميتر على التوازي هس هنا يربط الفولت ميتر على التوازي تكون مقاومة الفولت ميتر كبيرة نسبة لمقاومة الحمل في حين بالأميتر جد تقول صغيرة ربط الطرف الموجب للفولت ميتر مع الطرف الموجب للبطارية وربط الطرف السالب للفولت ميتر مع الطرف السالب للبطارية تمام المقاومة الكهربائية المقاومة الكهربائية شنية هي المقاومة الكهربائية؟ هي الإعاقة التي يبديها المقاوم للتيار الكهربائي المار خلال وحدة قياسها هي الأوم خلال وحدة قياسها هي الأوم إذن هي الإعاقة التي يبديها المقاوم للتيار مقاوم من اسمها مقاوم يعني تقاوم مرور التيار في السلك اللي هي الريزيستنس ونوعين عندي أول نوع عندي مقاومة ثابتة ومقاومة ريوستات اللي هي المقاومة المتغيرة تمام قانون أوم قانون أوم اللي هو R equal V على I وأنا أعرف الفي تقاس بوحدة الفي تقاس بوحدة الفورت والآي يقاس بوحدة الأمبير تمام فورت على أمبير ينطيني وحدة جديدة اسمها أوم نسبة إلى العالم أوم هذا قانون أوم أجي فوائد عندي ما الفائدة العملية لكل من الأميتر عرفنا يقيس التيار الكهربائي الفولت ميتر عرفنا يقيس فرق الجهد بين النقطين الملي أميتر قياس التيار واطئ المقدار يعني التيارات الصغيرة الملي فولت ميتر من اسمه ملي أميتر يعني يقيس التيارات الصغيرة ملي فولت ميتر يعني يقيس فرق الجهد الصغيرة الأوميتر قياس المقامة بس الشون قياس المقامة بالطريقة المباشرة إذن الأوميتر قياس المقامة بالطريقة المباشرة لأن المقامة تقاس عندي بطريقتين أما الطريقة المباشرة اللي أجيب الأوميتر مباشرة المجب على المجب والسالب على السالب أو بالطريقة الثانية اللي هي باستخدام الفولت ميتر والأميتر وتطبيق قانون أوم خلأ أشاهد هنا عزيزي الطالب خليكم تابع ويانا كيف يمكن قياس مقدار المقاومة الكهربائية باستخدام جهاز الفولت ميتر والأميتر كيف يمكن قياس مقدار المقامل كهربائية باع هاي الطريقة الغير مباشرة قلنا المباشرة شاستخدم؟ اوميتر باع الغير مباشرة أستخدم جهازي جهاز الفولت ميتر وجهاز الأميتر أربطها بالدائرة وآني أعرف شباب وما أدوخ أرسم هذا المستطيل وفوقا أرسم الفولت ميتر اتبه علي الأميتر قلنا يربط على التوالي والفولت ميتر يربط على التوازي بالررال ويا المقامل لي أردقي سه فإذن أربط بهذه الطريقة الفولت ميتر توازي الأميتر توالي مفتاح بطارية خلاص أبسط دائرة أجي أغلق الدائرة أسجل قراءة الأميتر أسجل قراءة الفولت ميتر وأجي يا ابني أستخدم قانون أوم أنا بعد ما أنسجلت قراءة الفولت ميتر وسجلت قراءة الأميتر أطبق القانون أقسم قراءة الفولت ميتر على قراءة الأميتر وش لا حيطلع عندي؟ حيطلع عندي مقدار المقامة إذن هذه الطريقة الثانية اللي قلت لكم يسموها الطريقة الغير مباشرة انتبه لي على هذا السؤال ما هي المقامة وكيف يمكن قياسها أو ما هي أنواع المقامات وكيف يمكن قياس المقامة أنواع المقامات كمقامة؟ اثنين عندي ثابتة ومتغيرة شون أقدر أقيس المقامة؟ بطريقتين شون هي الطريقتين؟ أول طريقة بالأوم ميتر جهاز يستخدم لقياس المقامة طريقة ثانية بالنشاط من التجربة اللي بواسطة استخدام الفولت ميتر والأميتر أغلق الدائرة أربط الفولت ميتر على التوازي ما أنسى والأميتر على التوالي أغلق الدائرة أسجل قراءة الفولت ميتر والأميتر أقسم باستخدام قانون أوم أستحصل على مقدار المقامة المجهولة اللي أنا أريد أحسبها تمام يراد قياس تيار الكهرباء المساب في حمل مقامة صغيرة هل يربط الأميتر في هذه الدائرة على التوالي أم على التوازي أميتر شباب أنت جاوبني يا أبني الأميتر أربطه على التوالي ألا على التوازي أكيد الأميتر أربطه على التوالي لأن مقامة الأميتر شبيهة جدا صغيرة لا تؤثر على مقدار المقامة المكافية أجعله أربع نقاط جدا مهمة عندي العوامل التي يتوقف عليها مقدار مقامة موصل أربع عوامل عندي جدا مهمة تتوقف عليها مقدار مقامة الموصل يعني شنو؟ يعني الموصل مقامته شوكت تزداد شوكت تتقل أربع عوامل تأثر عليه أول عامل هو درجة الحرارة إحنا نعرف أنه أكو مواد من ترتفع در عليها درجة الحرارة تزداد المقامة مالتها مثل مواد الفلزية الكبر والنحاس والحديد وأكو مواد بالعكس من ترتفع درجة الحرارة تقل المقامة مثل الكاربون وعندي مواد نوعية ثالثة ما تتأثر بدرجة الحرارة إن كان صعدت درجة الحرارة أو نخفت درجة الحرارة تبقى المقامة مالتها ثابتة إذن أول عامل هي درجة الحرارة وعرفنا درجة الحرارة بها ثلاث أنوان العامل الثاني ألا وهو قول الموصل اتبه علي عزيز الطالب طول الموصل حيث كلما ازداد الطول تزداد المقامة من يزداد الطول تزداد المقامة معناته أنه الار تتناسب طرديا ويا من ويا الان كلما يزداد الطول تزداد المقامة وأكيد أنا إذا عندي سلك طولة متر مقاومته مو مثل ما إذا عندي سلك طولة مئة متر كل ما طوله يزداد المقاومة تزداد فبالنتيجة التيار ينخفض أجي على النوع الثالث العوامل التي تأثر عليها مقاومة الموصل شنية؟ المساحة المقطع العرضي يسموها الكروس سكشن آريا اللي هي مساحة المقطع العرضي للسلك أنا عندي السلك كل ما تكون مساحة المقطع العرضي للسلكبيرة كل ما حتمر الشحنات بتصادم أقل فلذلك تكون المقاومة أقل فإذا التناسب مع مساحة المقطع العرضي اللي هي أي؟ مع المقاومة تناسب عكسي كل ما تكبر مساحة المقطع العرضي كل ما المقاومة تنخفض النقطة الرابعة هي نوعية المادة نوع المادة أنا أكيد المواد مختلفة حسب مقاومتها مختلفة حسب اختلاف نوع المادة يعني عند النحاس والمقاومات مو مثل الذهب الذهب مو مثل الفضة الفضة مو مثل الألمنيوم اختلاف المواد يؤدي إلى اختلاف مقاومتها المواد عزيز الطالب اللي هنا إن شاء الله ننهي درسنا لهذا اليوم آملين أن نكون قد أفدناكم بهذه المادة من الفصل الثالث للتيار الكهربائي السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة